السلام عليكم طلابي العزاء الله يعطيكم العافية بدأنا بالحصة السابقة بشارح شابتر 2 من كتاب سروي أنجويت تحدثنا فيه عن البوزيشن ديس بليسمان ديستانس عرفنا الأفريج سبيد الأفريج فيلسيتي والإنستانتيني والسبيد وفلسيتي وحلينا عليهم مسائل وصلنا عند إكزامبل 2.3 بدنا نحله ونتابع اليوم ونشرح الأكسيلاريشن بإكزامبل 2.3 معطيني البوزيشن أس فنكشن أوف تام يعني هذي X of T هذي X as function of time طيب وبيطلب مني determine the displacement of the particle in time interval من 0 إلى 1 وبيطلب مني أحسب الدس بليسمان رمزناها بالرمز دلتا X بالفترة من 0 إلى 1 الدس بليسمان تعرفة X final يعني X عند T تساوي 1 ناقص X initial X عند T تساوي 0 وبدأ أحسبها بدأ عوض الواحد بX وبدأ عوض السفر بX خلينا نعوضه مع بعض صارينا ناقص 4 T1 ناقص 4 ب1 زائد 2 في 1 تربية ناقص هلأ بدأ عوض سفر فبتطلع هاي سفر هنا فيه سفر وسفر سفر زائد سفر سفر بدنا نحسبها فبتطلع معاي دلتا X ناقص 4 زائد 2 بتطلع ناقص 2 متر هيك بكون حسب الدلتا X بالانتيرفل من 0 إلى 2 هاي النتيجة إيش ترجمت هاي النتيجة اللي أنا حصلت عليها معنى ذلك بالفترة الزمنية من 0 إلى 1 البارتكل كاين يتحرك وين بالنكاتف X يعني باكي ماشي وين بالنكاتف دايريكشن طيب نحسب دلتا X بالفترة من T من 1 إلى 3 كل X عند 3 ناقص X عند 1 وبحوض 3 تعوض بالإقتران ناقص 4 ب3 زائد 2 ب3 تربيع ناقص وتعوض الواحد بالإقتران ناقص 4 ب1 زائد 2 ب1 تربيع وتحسبها يفترض لو حسبتها تطلع معاك موجة بـ 80 متر موجة بـ 80 متر فإنك ترد تحسب الإزاحة بفترتين زمنيات التالي هو خلال نفس الفترتين الزمنيات يعني يعني في آفريج في آفريج بالفترة من 0 إلى 1 هلأ في آفريج تعريفها الديسبليس من دلتا X على دلتا T مزبوط دلتا X اللي حسبناه ناقص 2 بالفرع الأول ودلتا T معاي من 0 إلى 1 فيها 1 فبتطلع ناقص 2 متر في الثانية وفي آفريج بالفترة من 1 إلى 3 أيضا تحسب دلتا X على دلتا T دلتا X ثمانية دلتا T ثلاث ناقص 1 فيها 2 ثمانية على 2 فيها 4 متر في الثاني نتقل للفرع C الفرع C قال بده الانستانتينيواز فلوسيتي أوف بارتيكل عند زمن اللي إحنا كيف عرفنا الانستانتينيواز فلوسيتي خلينا نرجع لها الانستانتينيواز فلوسيتي عرفناها الحصة اللي ماضي كالآدي اللي هي عبارة عن DX by DT بده اشتقل اقترام بالنسبة للزمن عند زمن معين وأصلا عرفناها هي عبارة عن إيش الميل ميل الممس هلأ نحسبها بطريقتين فخلينا أول خطوة نشتقل اقترام نعمل DX by DT كل هاي انستانتينيواز فلوسيتي تمام عرفنا DX by DT خلينا نشتقل اقترام مع بعض ناقص 4 ناقص 4 مشتقتها ناقص 4 زائد 2 في 2 اللي هي تي 4T هلأ وعوض الزمن اللي هو معطيني كديش تي معطيني ايها 2.5 هلأ ويساوي ناقص 4 زائد 4 ضرب 2.5 ناقص 4 زائد 4 ضرب 2.5 في 10 ناقص 4 زائد 10 فيها 6 6 متر في الثانية فتطلع الانستانتينيواز فلوسيتي عند الزمن 2.5 كديش مقداره 6 متر في الثانية هاي الانستانتينيواز فلوسيتي أنا حسبتها من الفنكشن هلأ في طريقة لحساب الانستانتينيواز فلوسيتي من وين من الجراف منلاحظ مثلا عند وين طالب عنده 2.5 هاي 2.5 قال 2.5 بميت خط وبعمل هون نقطة وبعمل مماس الوتي بالخط الأخضر هذا مماس للنقطة هذا يسمى مماس للنقطة وبأخذ ميلي المماس يعني هذا اللون الأخضر هو عبارة عن مماس لهذه النقطة المماس يعني يمس ها في نقطة واحدة طيب ونأخذ ميلي كيف نحسب الميلي خلينا نأخذ نقطتين على هذا الخط الأخضر مثلا هاي 6 6 وكديش 6 مثلا هاي 6 تمام 6 ونأخذ نقطة ثانية 0 6 ناقص 0 على ال 6 ايش بقابلها ال 6 ايش بقابلها مو الميل فرق الصريحة على فرق السينات كمان مرة 6 ناقص 0 على ال 6 بقابلها خلينا ثلاث وهاي بقابلها 2 6 ناقص 0 على 3 ناقص 2 6 على 1 وهي ساوي 6 فأيضا من خلال حساب الميل منستنتج انه الانستانتينيوس velocity equal 6 نفس ما حسبنا بالاقتران ننتقل للسيكشن اللي بعدي 2.3 2.3 يتحدث عن الحركة بسرعة ثابتة بمعنى السرعة الابتدائية V initial بدها تساوي السرعة النهائية اللي احنا منسميها V final هلأ مشان تكون السرعة ثابتة لو اجينا نعمل يعني تمثيل العلاقة ما بين position X تمام بالمتر والtime T بالsecond بتكون عندي علاقة خطية تمام واذا كانت علاقة خطية فبالتالي slope الميل slope شو بدي يساوي بدي يساوي اللي هي الvelocity تمام واللي هي delta X على delta T وهذا يعني هاي علاقة خطية ميلها علاقة خطية ميلها موجب ورح يطلع معها قيمة ثابتة فبالتالي اذا انا بدي اعمل V مع الزمن مع T تمام رح يطلع معاي قيمة ثابتة من هذا المعادل اللي بقدر اكتبك الآتي الvelocity V خلين سميها X لان انا بتعمل مع one dimension سرعته بال X axis بده تساوي الميل خلين ناخد نقطتين مثلا هاي النقطة نسميها X final وبالتالي X final وهاي النقطة بدنا نسميها X initial ناقص X initial X final بقابلها T final X initial T initial فبالتالي T final ناقص T initial تمام يعني V X ساوي delta X delta T وبنعرف احنا من صف 10 إذا كانت السرعة ثابتة هنا ما فيه تسارع التسارع مساوي 0 ما فيه تسارع تمام ما فيه acceleration إذن هذا القانون valid for no acceleration يعني V X delta X delta T هذا إذا كانت السرعة ثابتة ننتقل ل example 2.4 example 2.4 يعني discuss بناقش particle under constant فخلينا نفترض فيه عنا رنر عداء نعتبر as particle بغض النظر عن المكتوب هون خلينا نفترض وحدة حددت بتدرس حركة الجسم تمام يعني بنفترض أنه فيه عنا حركة في بعد واحد بمعدل ثابت يعني السرعة مالها ثابتة طيب بقول لك يعني شغلت الساعة at the moment the runner basis given point and stop يعني شغلتها لما العداء مرك من نقطة and وقفتها and hit تغلت الساعة عند t initial equal 0 تمام وكان البعد x initial 0 ولما وقفت الساعة عند t final كان صار قاطع x final 20 20 متر طيب معنات delta x وقفت final x initial x final x initial 20 0 20 مهم المهم لما عدل 20 متر time inter وقفت الساعة ألقت نظرة عليها لك تمسجل كديش عندي stop watch 4 ثانية يعني من لحظة ما تحرك من 0 إلى 20 أخذت مع 4 ثواني فبالتالي delta t كديش عندي 4 ناقص 0 ويساوي 4 نيجي لأول مطلوب قال what is the runner velocity what is the runner velocity يعني بده سرعة العداء تمام نقول delta x على delta t delta x عندي 20 delta t 4 20 على 4 بتطلع سرعة و 5 متر في الثانية قلة فرح بي فرح بي بيفترض انه runner العداد اكمل سباقه قال if the runner continuous his motion يعني اكمل طريقه after the stop watch is stop بعد ما وقفت الساعة what is the his position what is his position البده البوزيشن اللي له يعني x final x final مجهولة ها وين x final هاي هون كنا حاسبين عند هذا الزمن x final 20 هلا بكل اك يفرض اكمل طريقه x final المجهولة تمام what is his position after 10 second half passed after 10 second half passed هلا هون كان قاطع اربعة ضيف عليهم كمان ستة لانه after 10 second half passed يقصد بانه بعد ما قطع 10 ثواني من بدء حركته كان عنده اربعة يعني قطع كمان ايش ستة ثاني ستة طيب تمام هلا بقدر اقول انا اوجدت v v اللي اوجدت بالفرع الاول بتضلتها بت v يساوي x final ناقص x initial على delta t v اللي انا اوجدتها كانت 5 هلا x final لا نعلم مجهولة x initial انت حر من وين بدك توخذها فاذا اخدت انت سفر ناقص سفر يعني اذا اخدتها من البداية x initial سفر فدلتا t بدها تكون عندك 10 وبالضرب بالتبادل يبينتج عندك 10 بخمسة فبتطلع x final كدهش بتساوي 50 متر يعني كدهش قطاع 50 متر هذا حل هلا ممكن طالب لا يحكي استاذ انا بدي اوخذ اشي اخر شو يقول كل v تساوي x final مجهولة لكن x initial بدي اوخذها مثلا 20 ناقص 20 تمام على delta t على delta t من عند 20 لعند هاي فيها 6 تمام فيها 6 وهاي 5 هاي في قديش وجدناها 5 وصلت كمان مرة بدي اوخذ x initial وحور بدي اوخذ x initial 20 تمام فبالتالي بدي اوخذ الزمن من عندها اللي هو 6 26 وبدأ تعمل ضرب تبادل 6 بخمسة بتطلع 30 6 بخمسة 30 سوي x final 20 زائد 20 زائد 20 فبتطلع x final 50 متر الحل اخر يكون عندي graph للسرعة متر ثانية مع الزمن اذا عندي graph للسرعة مع الزمن the graph show the velocity of the particle move in x axis يعني بتحرك بال x axis وعندي one dimensional problem اول شغلي ايش بيطلب مني واحد find find the instantaneous velocity يعني السرعة اللحظية at t equal 7 ثاني لاحظ هنا عندي منحنة سرعة فبالتالي كيف بقدر اجيب السرعة اللحظية مباشرة وهو منحنة سرعة هاي الزمن سبعة السبعة ايش بتكافئها سرعة اللي هي سالب 2 فبستنتج انه ايش ال instantaneous velocity تساوي قديش سالب 2 متر في الثانية تمام امتى كنا نعمل اللهم صلى سيدنا محمد امتى كنا نعمل slope لما يكون عندي x مع t تمام و instant تساوي كنا نعمل slope او اخذ المماس وعمل لكن هون عندي سرعة مباشرة مع زمن فبالتالي عندي الزمن 7 و ال instantaneous و ال instantaneous و و و يطلب منك رقم اثنين بقول لك the speed speed طبعا instantaneous speed t equal 7 ال instantaneous speed منعرف انها ايش scalar quantity فبالتالي هي عبارة عن القيم المطلقة للسالب اثنين لا يهمني السالف فبتطلع قديش مقدار يعني هون بيهتم بسرعة كمقدار ايش عن السالب هون السالب هون لل الاتجاه و احنا درسنا بالحصة السابقة انه الانستنتين والسالب اللي هي scalar quantity فبالتالي اثنين متر في الثاني طيب رقم ثلاث بيسأل بكل لك when when does the object object reverse its direction يعني its direction يعني عند اي زمن الجسم بغير اتجاه حركته طيب احنا منعرف الجسم بغير اتجاه حركته امتى لما بتصير السرعة سفر لما بتصير السرعة سفر بغير اتجاه حركته بين عن كس على سبيل المثال هنا الجسم بلش من سفر بزيد بزيد سرعته 4 4 بعدين بتحاو تقل 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 decrease decrease هنا صارت سرعته سفر معناه تغير اتجاه حركته معناه ذلك عن T تساوي قديش 5 ثاني تمام 5 second كذلك الامر هون بتابع 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 هون سرعته بتصير سفر وبيطلع سرعة بتصير موجبة فبالتالي ايضا عن T equal ثمانية it reverse its direction بقصر هون كان يتحرك بال x direction بالموجبة x direction هون غير اتجاه حركته وهون كذلك الامر غير اتجاه حركته ننتقل للمطلوب الرابع المطلوب الرابع يطلب منك displacement displacement تمام during خلال first ثمانية first ثمانية second يعني اول ثمان ثواني بده الازاعة على الصادات معطيني السرعة وعلى السينات معطيني الزمن احنا بنعرف انو الازاعة delta x شو بتساوي تمام v في t v في t او في delta t فبالتالي اذا بضرب الصادات بالسينات هيك كنا نتعلم بالمدرسة اذا ضربت الصادات بالسينات كيف بقدر اجيب المساحة تحت المنحنة المساحة تحت المنحنة او هون منعرفها بالجامعة كيف نقول delta x الديفينيشن اللي هيها عبارة عن integration تكامل و v dt والتكامل هو نفس الاريا تمام فبالتالي عندي v مع t بدي بقول v في t اذا ضربت الصادات بالسينات بجيب المساحة تحت المنحنة فبالتالي عبارة عن المساحة مثلث زائد مساحة مثلث المثلث الاول نص قاعدة 5 ارتفاع 4 زائد المثلث الثاني نص قاعدة 8 ناقص 5 ثلاث و ارتفاع 2 وبتحسب ها يفترض تحصل على 7 متر فبتطلع 7 متر طيب ننتقل نضيف قبل acceleration نضيف كمان كم بند عشان نتأكد ايش مين فهمنا قال المطلوب الرابع بدو average velocity velocity during first 8 second يعني اول ثم بدو average فلوس لا احنا بنعرف average velocity ايش الديفينيشن الها v average او قانون دلتا اكس ها دلتا تي دلتا اكس هاللا حسب تسبعة دلتا تي ثمانية فبتطلع 7 ثمانية متر في الثانية طيب طب لو طلب مني خلينا نفترض انه ما طلب average velocity طلب instantaneous velocity اه احتذر مش instantaneous مش velocity بنجيبها محنا مباشرة ايش الزمان بقابل افترض طلب average speed هاللا average speed شو عرفناها عرفناها عبارة عن distance 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 over ايش over delta t ال distance واندك تجيبها مساحة هاي السالب ما بتهمني يعني ايش مساحة هذا الشكل الاولاني نص الاربعة اثنين بخمسة اه لو تيه عشرة اه اثنين بخمسة عشرة ومساحة الشكل الثاني كديش نص مع اثنين بتروح ليه سالب ثلاث بس انا ما بهم من السالب لان distance انا بحسب تمام distance distance عبارة عن جمع جبري للمسافات 10 زائد 3 10 زائد 3 على delta t اللي هي 8 فبيطلع 13 على 8 متر في الثانية تمام كيف جبت distance عبارة عن delta x1 زائد delta x2 كقيمة مطلقة يعني المساحة كقيمة مطلقة فما باخد السالب زيك اني خدت قيمة مطلقة للسالب 3 خلينا ننتقل لمثال آخر يكون عندي function velocity as time على سبيل المثال example بقول لك particle move straight line يعني في خط مستقيم straight line يعني اذا كانوا problem one dimension if start at x if it start افترض انه بدأ at x equal 3 متر يعني هاي x initial equal 3 and v معطينيها as function of time السرعة له function of time 5 t تربع 5 t square minus 2 t والوحد متر per second طيب اول اول مطلوب a find when يعني متى reverse its direction its direction حلا احنا منعرف بعمل reverse direction لما بتكون السرعة سفر v equal 0 فبس هاو هذا الفنكشن بالسفر 5 t تربع ناقص 2 t تساوي سفر بقدر اخرج t عام المشترك فبصير عندي ايش 5 t ناقص 2 equal to 0 معنى ذلك t equal 0 and 5 t minus 2 equal to 0 plus 2 plus 2 t equal 2 over 5 تطلعت الزمن يساوي 2 على خمسة ثانية اذا عند هذا الزمن قل نقول عند الزمن سفر بيعمل reverse ل direction تمام ننتقل بي قال position of the particle t equal to بدو ايش position of the particle بننتقل لبارت بي قال بدو position position يعني x final بدو of particle t equal to second اشنا بنعرف عندي سرعة وبدو x الا اذا كان عندي x وبدو سرعة كننا نشتاق هنا العكس معاي السرعة velocity وبدو position فبالتالي بدعم فبالتالي delta x اللي عبارة عن x final ناقص x initial ساوي الانتقريشن لv dt وtime interval from zero من البداية after two second يعني حدود التكامل تكون من 0 ل2 هلا x final لا نعلم وx initial كان ما اعطينيها بالسؤال كم 3 time equal 0 خلينا نعمل تكامل للfunction اللي عندي من 0 ل2 v هي عبارة عن 5 t ناقص 2 dt طيب x final ناقص minus 3 equal 5 اشتكامل t تكعيب على 3 t تكعيب على 3 ماقص اتنين اشتكامل t t تربية over 2 هاي ما حاي بتروح وحدود التكامل من 0 ل2 فبصير عندي x final ناقص 3 يساوي هلا بد عوض العلوي ناقص السفلي 5 3 2 تكعيب ناقص 2 تربية تمام هذا العلوي ناقص السفلي 0 فهذه لو اشتغلت عليها بتقدر توجد x final x final ناقص 3 يساوي 5 3 2 تكعيب 8 ناقص 2 تربية 4 هذا لو حسبت 5 8 بتقسيم 3 تطلع عندك 13 3 3 ناقص 4 تطلع x final ناقص 3 ناقص 3 يساوي 9.33 زائد 3 زائد 3 تطلع معك x final تطلع 12 تطلع 12.3 3 3 متر الآن لشرح section 2.4 acceleration يعني احنا درسنا بالمندرس acceleration كنا نعرفها نقول التسارع يوضح كيف تتغير السرعة مع الزمن how the velocity change with time السرعة مع الزمن ممكن تتغير زيادة فبالتالي يعني ممكن السرعة تزيد يعني نقول velocity increases with time تمام هون هون منقول particle is set to be accelerating يعني بتسارع تمام ممكن تقل decreases ممكن السرعة تكون decreases with time فبالتالي هون acceleration تباطو يعني فيه ياتصر ياتصر فبالتالي acceleration يصف او يوضح تغير السرعة مع الزمن بدنا نبدأ بتعريف average acceleration average acceleration acceleration تمام average acceleration يقول لك let us suppose a particle with initial velocity vi and final velocity vf خلينا نفترض ان الجسم كان عنده سرعة ابتدائية عند زمن ابتدائي واصبع عنده سرعة نهائية فبالتالي average acceleration يعرف كالآتي v طبعا هون one dimension vx يعني السرعة فيه بعد واحد final نهائية ناقص v x initial تمام السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية final velocity minus initial velocity over delta t لت t final ناقص t initial ايضا زي ما عرفنا في السكشن السابق عرفنا average velocity وinstantinuous velocity again here we need to define instantaneous velocity instantaneous acceleration instantaneous acceleration بدنا نفترض انه انه في عندي one time تمام one time time interval ما عندي delta t يعني t initial equal t final فبالتالي هون الانستانتينيوز acceleration بدنا نعرفه عبارة عن limit instantaneous acceleration limit لما x تقول او delta t time موتينيش تساوي تيفاني عندما delta t تأول للزيرو limit دلتا v of x على delta t واحنا منعرف اللمت هي عبارة عن derivative فبالتالي dv of x by dt يعني average velocity acceleration هاي القانون الليلو والانستانتينيوز انستانتينيوز acceleration قانون الليلو dx by dt dv by dt مشتقط السرعة بالنسبة للزمن يعني مثلا ورجعنا للمثال السابق اللي حلينا ممكن هذا المثال ممكن نستنتج انه بهاي الفترة مثلا من 0 لعند الزمن ثلاث السرعة بتزيد صح ولا لا فبالتالي هذه الفترة ايش نسميها speed up acceleration هاي الفترة السرعة بتزداد speed up يعني هاي الجسم فيها بيتسارة طيب وبهاي الفترة الجسم بتباطئ إذن هاي slow down slow down من هاي الفترة من 5 إلى 7 هاي برضو speed up برضو السرعة بتزيد بس بالnegative direction يعني بالاتجال معك تلاحظ سرعة بتزيد 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 هلا إيش عن سالب اثنين السالب اثنين اكبر من سالب واحد السالب للاتجال فبالتالي هون again speed up وهون slow down بتباطئ بتخلي في بالك أيضا إنو dv by dt أيضا بقدر أقول d يعني المشتقة الثاني ل dt تربيع وفي x لأن v كيف كنا نجيب dx by dt فبحصل على v اشتق كمان مرة مشان نجيب الانستانتين يعني مشتقة البوزيشن twice give انستانتين اكس ندروس graphical relationship between x تمام وvx يعني بدنا نأخذ التمثيل ما بين الموضع والسرعة والتسرعة على إذا كانت الموضع يتغير مع الزمن يعني x مع t خلينا نقول يتغير مثلا nonlinear هاي الرسمة رسمة منعرف x تربيع تمام لما باجي أنا أرسم رسمة v مع t v مع t احنا منعرف v هي مشتقة x طب شو مشتقة x تربيع لت 2x فبالتالي رح يطلع معاي linear تمام فرح يطلع مع الان بدأت من هون فبالتالي هاد رح يطلع معاي linear اللي هو x طب والتسارق هو التسارق مشتقة السرعة شو مشتقة x مشتقة x يساوي رقم ثابت له مثلا 1 بالتالي رح يطلع معاي قيمة ثابت هاي ايه مع t تمام لكن اذا كانت x بتتناسب يعني علاقة غير خطية تربيعية مثلا v بدأتكون علاقة خطية x نتخلي في بالك طلع كلاتي x مشانا جيب v بدي اعمل dx by dt بحصل على v مشانا جيب a بدي اعمل d تربيع أو d t تربيع أو d v by يعني بشتق البوزيشن مرتين أو بشتق السرعة مرة واحدة مشانا نجيب انا ايش ال وحسب الرسم اللي عند linear يعني x مع t يكون عندي linear فبالتالي هاي رسمة x مزبوط لو بدأ رسم v مع t مشتقط x قيمة ثابتة فرح يطلع معي قيمة ثابتة ومشتقط القيمة ثابت لو بدأج ارسم a مع t دوطلع معاي رقم سفر هاي الحل اللي درسناها اللي كان ما فيها acceleration هاي v initial equal v final قبل ما ندرس التصار وهاي الحل اللي فيها acceleration نتقل لحل example 2.6 معطينا velocity as function of time وبيطلب مني رقم واحد average acceleration between time interval فنقول average acceleration a average ساوي delta v على delta t يعني v final v عند الزمن 2 ناقص v initial v عند الزمن 0 على delta t 2 ناقص 0 وبحوض 2 بالfunction v صار عندي 40 ناقص 5 2 تربيع لدي 4 مزبوط ناقص بدي عوض 0 42 40 ناقص 0 بتضل 42 عوض 0 بالv ناقص 40 مع 42 بتروف هيش بيضل عندك على طبعا على 2 فبيضل عندنا ناقص 5 ب 4 ناقص 20 على 2 فبيطلع عند acceleration average ناقص 10 متر pair second square p بيطلب مني acceleration t equal 2 second يعني بيطلب مني acceleration at one time between two time بكون average acceleration بس عند زمن محين شو سم منها instantaneous acceleration فبيطلب مني في الفرقة الثانية instantaneous acceleration ايش بدي يساوي منعرف dv by dt بشتاق السرعة بالنسبة للزمن عندي زمن ما ما اعطينا ايال هو اثنين اشتاق الاربعين سفر ناقص خمسة ايش مشتاق t تربيع 2t فبيطلع ناقص 10t وعوض الزمن الوث ناقص 10 ب2 اللي هي ناقص 20 متر لكل ثاني تربيع قيمة الانستانتينيوس acceleration التسارع اللحظي at time equal to ننتقل لحل quick quiz 2.5 which one of the following statement اذا تروا اي العبارات الاتية صحيحة افكار اذا ترابل ايستور دعني اذا فيه صير تتحرك شرق it's acceleration must be eastward تسارع خطأ تسارع ممكن اذا قللت سرعتها بيطلع معي سالب وسالب معناته لا اتجاه سالب كمان مرة افترض سيارة بتتحرك شرق 100 تمام ضرب break صارت السرعة كمثلا 80 او 70 هنا التسارع سالب معناته مش شرق عكس الشرق اللي هو غرب لانه سالب فبالتالي مش صحيح if car slowing down يعني اذا السيارة بتتباط its acceleration must be negative yes true نعم اذا كان التسارع او اذا كانت السرعة تقل يكون التسارع سالب هاي مزبوطة a particle with constant acceleration يعني الجسم بتسارع ثابت can never stop مستحيل يوقف and stay stopped يعني لا يمكن يوقف او نقول عنه توقف لا غلط اذا اثرت علي قوة خارجية ممكن يوقف فبالتالي اجابة صحيحة بي انتقل لك وكي كوز اخر قال infigure 2.12 match يعني وصل each v of x يعني v منحنة السرعة مع منحنة التسارع عسب المثال اذا كانت السرعة ثابتة يعني هاي رسمة x مشتقد x بعطيني التسارع اللي بتطلع a مع اي هاي x تربية مشتقد x تربية عبارة عن ايش بتطلع x فبالتالي هاي ما حالة لانه x هاي مشتقد x لتقييم ثابتة فبتطلع هاي مشتقد الثابت سفر من شوي درسنا قبل لا ندرس التسارع وكنا motion under constant velocity اذا كانت السرعة ثابتة وحصلنا على النتيجة v constant يساوي delta x by delta t مزبوط هاي القانون اذا v initial equal v final particle يعني motion motion وفي particle حركة جسم under constant acceleration under constant acceleration يعني حركة جسم بتصارع ثابت هلا اذا كان الجسم يتحرك بتصارع ثابت بينتج عنا قوانين مين قوانين الحركة بتصارع ثابت اللي هم بتذكر وم اخذناهم بالمدرسة v final القانون الثاني v final تربيع يساوي v initial تربيع plus اثنين b اللهم صلى سيدنا محمد على v final plus a t اثنين a والإزاح شو بننسميها delta x مثلا تمام والقانون الأخير delta x ساوي v initial في t plus 0 t squared تمام هذول الثلاث قوانين وفي قانون رابع انه بقدركت بالإزاعة delta x هي average لل velocity v initial plus v final over 2 مضروب بالtime interval t أو سميها delta t زي ما بدك طيب بلاد القانون بيربط طلع كل قانون فيه أربع كميات يعني هذا فيه أربع كميات فيزيائية سرعة نهائية ابتدائية تسارع زمن هو نفس الاشي سرعة نهائية سرعة ابتدائية تسارع إزاعة إزاعة سرعة ابتدائية زمن تسارع فكل قانون فيه بنان على المعطيات بتجمع ثلاث معطيات بتقدر تختار أي قانون لحساب المعطى الرابع أو المطلوب الرابع نتابع ننتقل لأكزامبل اكزامبل 2.7 بالكتاب قال أجد لاند ونان إيريكرافت كارير أتسبيد معطيني في إنيشيال السرعة الأولية الابتدائية اللي ذكرت بالأول 63 متر بالثانية طيب بيطلب مني وات إتس الأكسلاريشن الأكسلاريشن مجهول تمام يعني على فرض إنه ثابت على فرض إنها توقفت بمعنى في فاينل إيكول سفر انتو سكان دلتا تي إيكول دو تمام هلأ كيف نجيب التسارع بقول في فاينل أول قانون نختار في إنيشيال بلس في فاينل عند سفر في إنيشيال 63 التسارع مجهول والزمن الثنين فبيطلع عندي يساوي ناقص ثلاثة فبيطلع عندي ناقص ثلاثة ستين على ثنين ناقص واحد وثلاثين ومص على بارد بيحكي لك إبذى جيت توتش داون أتبوزيشن إكس إنيشيال سفر يعني بدنا ناخد إكس إنيشيال سفر وات إز دا فاينل فاينل بوزيشن بدو إكس فاينل خلينيستخدم القانون مثلا الأخير دلتا إكس ناقص إكس إنيشيال سفر قول في إنيشيال زائد في فاينل كم في إنيشيال ثلاثة وستين زائد في فاينل سفر على ثنين والزمن اللي هو كام كان اثنين وثنين مع ثنين بتروفة بيطلع عندي إكس فاينل مساوي ثلاثة وستين متر وبقدر رح سيبها من هاي المعادلة أو أي معادلة ثانية تعطيكم العاشي منتابع الحصة القادمة في شرح الحركة بتصار اللي هو سقوط الحرة free falling object سقوط الجسم سقوطا حرا